وعليكم رحمة الله وبركاته أنتم مع الحلقة الثانية للكلام فيما صار عمارة علي المدعو عليله نحن أمام دار السرجان وهذه الدار المهدومة التي سكنها هذا المجاهد الفد عمار علي للتذكير تكلمنا في الحلقة الحلقة الأولى وقلنا أنه لما لم يجد عمارة علي كسرة البيعة دوخوه محمد ثم بعدها ألقي القبض على أخيه سعيد عمارة في 1 فبري 57 وقد أخذوه مع جارتاو هذا السرجان مروان محمد دوهم في نفس الوقت مروان محمد هذا قتل تحت التاذيب وكذلك سعيد عمارة ولقد كانوا جارين نبدأ عن هذا الشهيد سعيد عمارة أخو عمارة أليلو ولد سعيد عمارة في 14 1926 وأصله من أزفون وكان من الأوائل الذين شكلوا خلايا قتالية بالقصبة وقد شاهد اجتماع الذي قرر فيه إضراب 8 أيام رفقة بن مهيدي وياسف سعدي وحمار بوجمعة الذي مات تحت التعذيب كان سعيد عمارة حارسا في السوق البلدي تعباب الود وكان يلعب مع المولودية من 1946 1946 إلى 1949 وحسب الرواية الفرنسية التي لا يثق بها فقد قتل سعيد عمارة لما حاول العرب والحقيقة أنه قتل بعد التعذيب في 13 مارس 1957 وقد سميت عليه لامباس دوليون كوشة الخندق مخبأ عزوزي قدور أول شهيد في القصبة مع كاب عبد الرحمن شهيد المقصلة ومن بعدك بقى عليله تاية في القصبة وكان جرح في تلك الحادثة وألقي عليه القبض بريسك بارازا كان يديرو ديتون قبض عليه كان منهك ومجروح في أوت 57 بعد أن كان مجروحا في حادثة إلقاء القبض على جميل أبو حيرد فكان تائها منقطعا عن ياسف سعدي وباقي الجماعة حين هروبهم وللعين فقد عذب هذا عمار علي عذاب لم يعذب به واحد من طحفه في فرنسا مورست عليه كل أنواع العذاب الطالون تعو نحاوله البواني تعو متقوب الجلد تعو منزوع وعذبوا أختهم وباقي العائلة أمامه وألبسوه قهرا البلوتشوف لبسوه 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 بالسيف باش يوهيم الناس بأنه لا يخدم معهم والحقيقة هو أجبع على لبس ذلك اللباس المذل وأوهم أنه بيع وطافوا به شوارع القصبة ومع أن كان عنده أسرار كثيرة فهو لم يعطي أسرار ذات أهمية بل أعطى معلومات مغلوطة لتضليل العدو وخداعهم عمر ما كان موافق أنه يخدم مع فرنسا هذه الحقيقة التي لم يذكرها المؤرخون فقد تكلموا عليه أنه كان بياع وكان يخدم مع فرنسا والحقيقة أن الناس التي تصدر الأحكام جيزاف هكذا كم بعض الناس ميش مجربة وما تعرفش ما أنت العذاب وكذا أنت توجعك بركة درسة تاعةك شوية تبقى تتخبط في الليل وما أضراك يعني عذابة عذابة أيام وأيام ساعات وساعات وفي الحقيقة ما أتكلمش يعني ما كان وفق يخدم معهما ولكن أخذ قهرا بالقوة ودخلت هذا لكابيتان ليجي هذا ليخدم الخدمة هذه وأنفيلترا على القصبة ودار بيناتهم وزرع الشك في الصفوف وإنما كما قلنا الذي كان حقيقة يخدم معه باين وليصرح هو بالذات كابيتان ليجي هو حسن قندريش الذي توفى في غرونوب في 2006 هذا كان باين سيداناجون دو يخدم بالإرادة وحورية لابرين البيع هذه اللي ماتت في فرنسا في بيت قصديري حتى نسكنا مع طوالج ماتت في بيت قصديري وكانت خدم فامد ميناج فماتت مدلولة ولكن عمارالي لم يكن بيع ما كانش بيع والدليل أنه لم يصفوه كانش واحد لي يعني يقول باللي ماذا كان كان به هذا كل وقت رح وعاش ما صفوه ما تكلموا عليه هذا كلام برك هنا خرج هنا وهنا وكان هذا كابيتان يجي هو الزراع قاعد الفتنة هذه بين الصفوف لكي يفرق ويهدم الجماعة وقد جن مع العذاب يعني يتخلق الحقيقة وعاش بعد 62 في عزلة تامة ومات في أفريل 86 في صمت ونسيان وقد قيل الكثير عنه كما أسلفنا ولي كان مجند مع جندري شعورية وهذا خطأ هذا خطأ كبير ولو حطوه معهم ومشعوه معهم ولكن أبدا وقال لدي تكلم عليه كابيتال ليجي قال إن كان خدم معنا بالتواط وكل حتى تنحو ريالا بنفس شي بدليل أن ها أعليل هذا ربي رحمه كرمه بالله بعد 62 كرمه وكان يجي وليه المجاهدين كان كما جمع لهود يقعد كامل كان يزوروه مجاهدين بعد الاستقلال ويوجد باحث في جامعة بزرعات در أبحاث وقد أنصف الرجل وإن شاء الله نحوس على هذه الأبحاث وإن شاء الله بإذن الله ننشرها والحقيقة أن عمار علي لم يعطى حقه إلى يومنا هذا إذ قليلا ما يتكلم عليه وعلى نظاله وشجاعته وكفاهه نحن أنه طالب السلطات والهيئات أن تتكلم على هؤلاء الرجال ولا تترك الفراغ للمنتهزين والمشككين اللي يتكلموا في هؤلاء الأبطال وما يتكلموش عنه وش كان يخدم الحاجة المنيحة كامل يتكلموا عليه كالتحكم يا عجبا وإنه من يظل تعوه الكفاح يعني ما تنساه يعني نعنا نعنا طويوة طيين نسيان حان الأوان للمؤرخين والباحثين أن يتكلموا باستفادة عن هؤلاء الأبطال وهذا الدارة تشهد لكفاح كبير لعمار علي لا يختلط الأمر كين عمار علي علي العبوانت وكين عمار علي عمار باستفادة البيناتهم التام البيناتهم هذا ما أردنا قوله وإن شاء الله نزيد نتكلموا على هؤلاء الأبطال ونبينوا الأمور وكفانا كلاما في الفراغ الدرسوا يا جماعة الدرسوا ما تتكلموا خليكم الكلام هذا اللي قال هذا يسف سعدي خائن هذا بيع هذا الدرسوا من المصادر الصحيحة وهذا كانوا مجتهدين وكانوا منعظلين منهم اللي مات منهم اللي عاش بعد الثواء والحقيقة ما لبناش وش جوز حقيقة لأن نحن عاشنا بعد الاستقلال هذا هو ونرجو منكم الاشتراك في قناة الجزائل تاريخ وحضارة لكي انتشر هذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته